وانا دخلة كده لستوديو لقيت هنا شجرة الكريسمس حلوة حتشفوها اكيد يعني او بتشفوها لما بيجيبوا الديكور ففيها بهجة وممكن عمر يجيبها لنا كده بالكرين فالبهجة دي بتبقى حلوة هي مش مجرد شجرة هي فكرة ان احنا في البيوت نفرح نبتهج بقى اي حاجة بسيطة لما بنعمل الشجرة دي والاولاد بيعلقوا بيدهم الزينة بنعلق معاها الاماني الامنيات الاحلام هي تفاقل فكرة التفاقل تكون بقى صغيرة تكون كبيرة تكون حاجة بسيطة هي فكرة التفاقل احنا زي ما اتفقنا على ابواب عشرين تلاتة وعشرين وطبعا احتفالات العام ده وانت لو بتمشي بتشوف في مصر هتلاقي لا فيه زينة في كل مكان رغم انه العالم كله بيمر بأزمات كنت لسه ايه سمع كده واحد ايطالي بيقول جملة بمعناها ترجمتها بيقول لك انا السنين دي مش هروح حتة ولا هسافر حتة انا هتدخر يعني كل ما املك للسوبر ماركت بتاعي يعني علشان الاكل والشرب لكن الناس برضو بتحاول بابسط الاشياء انها تتبسط ورغم طبعا انه مشاهد البهجة موجودة بشكل كبير جدا في عواصم العالم ولسه في منافسات يعني هتلاقي مثلا بريطانيا لندن بتنافس باريس باريس طبعا معروفة لانه انتو معرفين في باريس شارع شانزليزيه مشهور بالزينة بتاعته ده ليه ميزانية خاصة وزي ده ده شانزليزيه في باريس ودي الزينة بتاعت كل عام ده بيفضل موجود كده للسبع يناير دي الاشجار بتاعت شانزليزيه اللي بيتم عليها الزينة وكل سنة بيبقالها شكل طبعا هم حاولوا ان هم يعملوا ترشيد للاعلانات وكده لكن يبقى الشارع الاشهر في اوروبا هو شارع شانزليزيه في نفس الوقت زي ما شانزليزيه معروف في العالم كله هو نمرة واحد بريطانيا بقى ولندن بتنافس شارع شانزليزيه بالزينة وبالالوان دي بريطانيا زي ما انتو شايفين الشكل مختلف بتبقى الزينة اكتر في اكسفود ستريت او في ريجين ستريت او سلون سكوير بيكاديلي سكوير دي الاماكن بتاعة وسط البلد بتاعة لندن ودي الزينة في كل حاجة دي الساحة الحمرة في موسكو رغم الازمة اللي موجودة في روسيا لكن فيه احتفالات ودي الساحة الحمرة في موسكو هتلاقي برضو ايطاليا بتحاول والمانيا بتحاول وكل الدول الاوروبية بتحاول ده بيتلحم يعني تحية كبيرة لفلسطين يعني البلاد التي لا تنعم بالسلام ولكن تنادي بالسلام والزينة بيتلحم من اجمل الاماكن اللي موجودة وكنيسة بيتلحم الحقيقة جميل لبنان ايضا بتحتفل هاي زي ما انتوا شايفين والشعب اللبناني الشقيق بيحاول رغم الازمات انه يعيش في البهجة الحلوة اللي انتوا شايفينها بقى بابا نويل والزينة والرقصات والناس في الشوارع بهجة دي نيويورك سيتي زي ما انتوا شايفين بتحاول ده اكيد ممكن يكون في نيويورك سيتي وبيبقى فيه ازاي ناس بتمشي في الشوارع بقى بالاشجار وبالاشكال وانتوا او دي مانهاتن طبعا نيويورك الجميع بيبتهج الكل طبعا اوروبا ونيويورك التقس بارد جدا لكن ده الناس دي الشجرة زي ما انتوا شايفين كريسمس كبيرة وطبعا بيبقى فيه منافسة كبيرة جدا على كل ده دي طبعا يعني العواصم اهم العواصم اللي موجودة في اوروبا وامريكا انا بقى هايز اخدكم لبلدنا بلدنا الحلوة وديكم مكان حقيقي بديع الكربة كربة جميلة جدا طبعا زي ما انتوا شايفين المعمار حلوة جدا في الكربة وايضا بينضم الينا ناس اهلينا بقى في مصر خلينا نروح للكربة ينضم لنا مرسلنا محمود وخلينا نقول محمود جميل اللي حيقول لنا كل المظاهر لاستقبال العام الجديد مساء الخير يا محمود مساء الخير يا شافكي ومساء الخير على كل المصريين برحب بيك طبعا كل سنة وانت طيبة وكل سنة وكل المصريين بخير اعياد الميلاد والكريسمس ويمكن زي ما انت قلت احنا هنا الكربة بتنافس عمتا يعني في مصر الجديدة طبعا او في مناطق مصر كلها عمتا كل المناطق المختلفة في مصر بتنافس دول العالم في الاحتفال بالكريسمس والشجرة والاضواء والزينة لكن تبقى الكربة لها الميزة الخاصة عند المصريين في مصر الجديدة يعني اي حد بتقوله الاحتفال بالكريسمس في مصر يبقى الكربة في مصر الجديدة يمكن من أول ما بتقربي على الكربة في مصر الجديدة بتشوفي الأجواء المبهجة والفرحة والسعادة بتشوفيها بقى من الزينة بتشوفيها من الأضواء اللي موجودة سواء على الكافيهات أو على المحل التجارية أو حتى الناس وهي بتتماشى كده بتصور محمود أنا شايفة وراك الشجرة يعني أنت لو الكاميرا مان معاك يورينا كده نعمل زوم لو قدرنا ونشوف الشجرة الشجرة اللي وراك جميلة جدا وشايفة الناس مبتهجة والعمارات الحقيقة المنظر بديع خلينا أقولك آه تفضل يا محمود آه خلينا أقولك بقى أن الشجرة دي مميزة جدا هنا في مدان الكربة في مصر الجديدة ودايما كل الناس بتيجي عند الشجرة دي علشان طبعا تلتقط الصور يعني تشوفي الأجواء المبهجة اللي موجودة هنا في الكربة والجميل كمان لو هت يعني تشوفي في الصورة يا شافكي الأطفال اللي بيكونوا موجودين طبعا الأسر بتستحب الأطفال طبعا بيكونوا في حالة بهجة وسعادة كل واحد بيلتقط الصور يعني رغم أي حاجة لكن هم مبسوطين مبسوطين بالأجواء هتلاقي أصلا كمان فيه زحمة شوية لكن الزحمة دي علشان من كتر الناس طبعا اللي بتيجي وتتصور فيه الشجرة عليها طبعا بعض الزينة الجميلة والأضواء المبهجة فكل الناس هنا مبسوطة الحقيقة بالأجواء اللي موجودة ويمكن الكربة كمان مش بس الشجرة أو الناس اللي بتتصور قدام الشجرة لكن في بعض الشباب طبعا أو في بعض البندات والفرق الموسيقية بتحيي أحيانا يعني صهارات فنية جميلة هنا في الشارع وفي مدان الكربة قد بالك النهاردة يا محمود الخميس والناس بدأت لاحتفالات بقى النهاردة الخميس يا محمود والناس بدأت لاحتفالات كلها الحقيقة الصورة حواليك مبهجة من شكلي كده تمشى بكرة شوف الكربة أخبارها إيه ده حاجة جميلة بشكرك يا محمود كل سنة وانت طيب انت أولا ولكل الناس اللي موجودة حواليك كل سنة وهم طيبين ومصر تفضل دايما متزينة بأحلى حاجة مرسلنا وزاملنا محمود جميل أشكرك شكرا جزيلا كل سنة وانت طيب يا محمود